اكد الكاتب الصحفي محميد المحميد في مقال الله نشرته صحيفة اخبار الخليج ان موقف البحرين ثابت وراسخ تجاه نظام القطري وممارساته السلبية ضد البحرين وان البحرين قدمت العديد من المواقف من اجل المصلحة الخليجية موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ واضح ومعلن مع نظام القطري وهناك حقائق تاريخية وممارسات سلبية متواصلة لا بد من اعادة التذكير بها ونشرها ليدرك الجميع معانته وتعانيه مملكة البحرين قيادة وشعبا من ممارسات النظام القطري حكم آل خليفة للبحرين وشبه جزيرة قطر بالكامل كان منذ القرن الثامن عشر وشعباء البحرين وقطر هما شعب واحد حكمه آل خليفة عدة قرون وقد التزمت البحرين بالتقسيم البريطاني الذي تم في عام 1939 وقرر الحفاظ على الوضع القائم ولكن بقيت المشكلة الحدودية بين البحرين وقطر قائمة منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى اليوم إذ تصر قطر على تغيير الحدود بين البحرين وقطر دائما لهداف توسعية واضحة والبحرين لا يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور ولا يزال البحر الإقليمي للمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة 12 ميلا بحريا طبقا لمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1993 وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مملكة البحرين وقطر حتى الآن وعليه فإن حدود المملكة لم تتغير وهي حدودها المحددة في ذلك المرسوم بقانون والجميع يشهد والتاريخ يذكر والحقائق الدامغة توثق أنه حينما احتل النظام القطري الزبارة عام 1937 وقتل البحرينيين وسلبهم ممتلكاتهم وشرد سكانها قصرا وما زالت منازل البحرينيين ومساجدهم ومقابرهم موجودة في الزبارة وقراها المجاورة بل وما زالت حقوق سكان الزبارة قائمة بحسب القانون الدولي ومن حقهم المطالبة بها باعتبارها حقوق مشروعة كل ذلك وأكثر منه كذلك عبر ما حصل من ممارسات حينما غزت القوات القطرية فاشتديبل واحتلت عسكرية في أول اعتداء عسكري واحتلال من دولة خليجية ضد دولة خليجية كما أن التاريخ يشهد كيف التزمت البحرين بضبط النفس واحترم التدخل الدول الخليجية ولكن النظام القطري قام بالمطالبة دون ما وجه حق بجزر حوار ومرة أخرى وتغليبا للمصلحة الخليجية وترفعا عما حدث من تصرفات بلطاجة قطرية خلال القمة الخليجية عام 1990 والتي عقدت لمناقشة غزو العراق للكويت قبلت البحرين بالتحكيم الدولي الذي كشف عملية التزوير القطرية وأكد السيادة البحرينية على جزر حوار فكيف يمكن أن يقتنع أي مواطن بحريني اليوم بحال الأزمة القطرية وكل الشواهد والحقائق تقول كيف أصالحك وهذا أثر قدرك أتمنى على الأشقاء الخليجيين أن نظر إلى المسألة من جميع جوانبها فالشعب البحريني يكفيه ما قدم من مواقف من أجل المصلحة الخليجية وآن الأوان أن يدرك الجميع المصلحة البحرينية كذلك المرتبطة بسيادتها وحقوقها التاريخية وبأمنها واستقرارها